أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية بعد عشرة أيام من العملية العسكرية العنيفة والمتواصلة التي أودت بعد حياة عشرات الشهداء والجرحة وخلفت ضماراً واسعاً أما في قطاع غزة لا تزال أليات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النزحين وذلك في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع هنا في الضفة الغربية حرب أخرى يروي بها الاحتلال ضمأه من دماء الفلسطينيين ليكمل نهمه في القتل والإبادة بعدما اعتاد عليها في قطاع غزة واستضم بصمود الفلسطينيين رغم كل تلك الوحشية محاولات هنا وهناك من قتل وتدمير وتجويع مستخدماً كل أدوات معادات الإنسانية أعلّه يهز سموداً للفلسطينيين المرابطين على أراضيهم في كل بقعة وحتى آخر نفس لا تكاد تمر ليلة إلا وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات بالضفة وتداهم عدداً من المنازل وتلقي القبض على عدد من الشباب وتشتبق معهم لتخلف عدداً من المنازل المدمرة وشهداء ومصابين فبعد عشرة أيام من بدء جيش الاحتلال عمليته العسكرية في الضفة التي أودت بعشرات القتلى والجرحى وخلفت دماراً واسعاً انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين ومخيمها ولكن جيش الاحتلال أعلن أنه سيعود إلى جنين وأن العملية لن تتوقف إعلان الاحتلال تزامن مع خوف المواطنين من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة كما حدث في مرات عديدة سابقة فقد أدت العملية الإسرائيلية الأخيرة في جنين إلى استشهاد وإصابة العشرات حتى إنها وصفت بالأعنف منذ عام 2002 أما في قطاع غزة فلم يهدى القصف والتدمير ففي آخر التطورات واستحصلت أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح لا تزال آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع هي خطوات استفزازية وتصيد تمارسه سلطة الاحتلال ومحاولة فتح جبهات قتالية جديدة قد تجر المنطقة لحرب إقليمية فعلى الرغم من أن الاحتلال لم يحقق نتائج فعلية على الأرض من عملياته في قطاع غزة ها هو يسعى لأي مبرر يتعلل به في تبرير فشله المعهود ترجمة نانسي قنقر